الكوميكس بقلنا كتير ما رجعناش كوميكس تعال نهاردة نراجع واحدة من افضل الكوميكس الكتاب الفائز بجائزة هجو الكتاب اللي اطلق عليه الرواية المصورة الاكثر مديحة في التاريخ هنتكلم عليها النهاردة وهنحلل كل النقاط اللي فيها وهنعمل مقارنة بينها وما بين فيلم جاك سنيدر الشهير فيالله بينا بقى انا كتير فعلا ما رجعناش كوميكس بقى دي السنة دي ما رجعناش كوميكس خالص كلمت عليهم في قراءات شهرية مجمعة ومشتريات لكن بتاقي لي ما رجعناش حاجة اه لسه ما رجعناش حاجة خالص نستفتح السنة دي بقى بمراجعة الحراس الحقيقة الحراس واحدة من الكوميكس اللي انا كنت متحمس لها جدا 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 لان انا بحب الفيلم بصراحة شديدة انا بحب الفيلم هنتكلم في التفاصيل دي كلها ولكن تعال اقول لك كده المعلومات الاساسية المعتادة عن عمل النهاردة كتاب الحراس او ووتشمن تأليف الين مور ترجمة احمد جمال سعد الدين ومن اصدار دار المحروصة عدد صفحاته 415 صفحة وسعره 390 جنيه في المكتبات ولكن بفكرك ان تقدر تجيبه بخصمة 15% من موقع وتطبيق ايريد هتنزف اللينك اللي موجود في الدسكريبشن ومثبت في اول تعليق تختار كتاب النهاردة او اي كتاب تاني انت عايزه ودخل الكتب بتاعنا انا وانت طارق عز تاخد خصمة خاص 15% غير محدد بعدد معين من مرات الشراء او عدد معين من الكتب وتوصيل لحد باب البيت ويلا بينا نتكلم في درداشة سريعة عن الكتاب والفيلم في مقارنة كومباكت جوه بعض مع بعض الحقيقة اول مرة كنت احتكي بعالم واتشمين المتفرع من عالم الديسي الرئيسي كان في الفيلم بتاع زاك سنيدر اللي نزل سنة 2009 معلومة طريفة جانبية كده ان المور مؤلف السلسلة دي رفض رفضا قاطعا ان اسمه يتكتب على الفيلم او ان الفيلم مقتبس من عمله وبالحركة دي هو ضحى بملايين الدولارات من حق استغلال الملكية الفكرة الخاصة به والحقيقة لما تسأل هو عمل كده ليه كانت اجابته صريحة وواضحة ان الاقتباسات اللي اتعاملت من اعماله قبل كده كانت سيئة جدا من وجهة نظره اللي كان واحد منهم اخر اعمال الممثل العالمي شون كونري زاليد اوف اكسترا اوردنري جنتلمان او رابطة الرجال الاستثنائيين انها كنتشاف في الحقيقة ان هو كفيلم هو فكرة حلوة ولكن التطبيق كان فيه مشاكل وما كنتش عرف انه اصله حاجة لألمه نفس الكلام ينطبق على فيلم النهاردة حقيقة لما تيجي تتفرج على الفيلم هتلاحز منعزتين اساسيين ان الفيلم وديته ساعة 3.5 وده فيلم طويل نسبيا ولكنه مش كافي لتغطية حجم العمل الاملاق ده هنتكلم في 415 صفحة والملاحظة التانية انك هتلاقي كادرات زاك سنيدر واخدها صورة طبق الاصل من الكوميكس هتها في الفيلم ولكنه مغير حاجات بسيطة هنتكلم كمان شوية بس خلينا نسيب الفيلم على جنب دلوقتي وتعالي نتكلم في الكتاب نفسه ومدى قوته قوته الحقيقة تنبع من فكرته في الاصل لو انت بتقرأ قصص مصورة من زمان او كوميكس او متأسس من زمان زي حالتي كده في التمانينات من زمان اوي هتعرف ان التيمة الاساسية اللي بيلعب عليها النوع ده من القراءة هو الصراع ما بين الخير والشر الصرف الصريح سوبرمان خير لكسل وصر شر وحتى لما بيحصل حاجة بيجيب لك واحدة من الشخصيات الشريرة يحوذها شخصية طيبة او شخصية طيبة يحوذها شخصية شريرة عشان يعمل شوية تغيير في الصراع يعني ولكن ما زلنا بنلحب في الابيض والاسوي طول الوقت قوة كتاب النهاردة بقى انه بيبدأ يحركك من المساحة دي ينقلك للمساحة العريضة اللي في النص اللي هي الرماضي الشخصيات المعقدة اللي فيها تركيبات اعلى واكثر دقة اكثر رحابة اكثر امكانيات تحوي الخير والشر في نفس الوقت بتعمل حاجات طيبة ولكن من جواها شرير بتعمل تصرفات شريرة اصرف ولكن المقصد منها طيب القصة كلها بتاعت الرواية ايمة على الفرق ما بين حاجتين مهمين جدا ما بين اللي انت تقدر تعمله كبطل وما بين اللي انت لازم تعمله كبطل وده مش رمز بس لا ده هو اللي عمله قال انمور نفسه في عمل النهاردة انه حرك شخصياته ما بين الحدتين دول انه خلى معظم الشخصيات بتلعب في المبدأ الميكافلي الغاية تبرر الوسيلة خلاهم اقرب الى البشر بالعكس ده كان بيتريق طول الوقت على فكرة البطل الطيب الابيض الصرف والحلم الامريكي كمان ومن حتة الحلم الامريكي دي خلينا نتكلم شوية على احداث الكتاب الكتاب بيدور في عالم موازي متفرع من عالم دي سي الرئيسي في تمانينات القرن الماضي في امريكا مع ظهور مجموعة من المقنعين او الابطال الخارقين من اول القرن العشرين كله في مناطق مفصلية في تاريخ امريكا اللي انت تعرفها كوجود بديل لقوة الشرطة اللي المفروض تبقى موجودة في الشارع لحد ما بيصدر في عالم الرواية سنة 1977 قانون اسمه قانون كين ده بيحجم نشاط المقنعين دول لحد ما نفضل ماشين لسنة 1985 دي الخلفية بتاعت الاحداث ولكنها بنبدأ الاحداث فعلا من سنة 85 في الواقع السياسي اللي حاصل في هذه البلد المجتمع كله بيعاني من خوف صريح من الحرب البردة اللي ما بين امريكا وروسيا بل ان العالم كله خايف من وقوع حرب نووية قريبة جدا ما بين الاتنين نتيجة للقانون اللي بيحجم حركة الابطال الخارقين دول بنبدأ نشوف المينت مين المينت مين دول هما الرابطة اللي زي جاستيس ليك كده اللي انت عارفهم اللي جواه الابطال الخارقين بتوع العالم ده بنبدأ نتعرف على كل واحد من الابطال وتعامله مع الواقع اللي هو عايشه فنبدأ نشوف شخصية دان اللي هو بديل باتمان العالم ده تحت اسم نايت اول اللي عايش حياة روتينية تامة ملهاش اي علاقة بالبطولة لحد ما يجي له خبر مقتل زميله القديم الكوميدي ومن هنا تبدأ عجلة الاحداث تجري عشان نروح لكل واحد من الشخصيات ونشوف رد فعله اللي حصل ده واسترجاعه للماضي اللي وصله للنقطة دي فنشوف الكوميدي نفسه اللي اتقتل في اول الرواية وازاي هو مشي مع الطيار الحكومة منعته ان هو يشتغل هنا اشتغل مع الحكومة نفسها وشارك في حرب فيتنام وعمل فظائع هناك حنشوف العالم المتخصص في الزرة اللي بتحصله تجربة او خطأ في تجربة يتحول معاها دكتور مان هاتن اللي فوق مستوى البشر اللي وصل لقدر من القدرات تخليه شوف الماضي والحاضر ويشوف جزء من المستقبل يفتت المادة يكبر جسمه يشوف يتحول لأكتر من شخصية يتحول الى كله القدرات سوبرمان بالنسبة له هالحاجة ولكن قدراته الخارقة دي وصلته لمرحلة انه شايف هموم البشر صغيرة بيتعرض لنقطة ضعف وحيدة وهي ضغط على نفسيته انه ممكن يكون المسبب للسرطان للناس اللي حواليه فينعزل ويسيب البشرية بهمومها ويروح يعيش في المريخ يفكر بنشوف البطلة سلك سبيكتر اللي المجتمع كله والتاريخ والقدر بيحطوها في خط سير امها اللي كانت بطلة برضو كان اسمها سلك سبيكتر بنشوف شخصيات وابطال ولكن بالنسبة لي انا رمانة ميزان العمل ده هو شخصية رورشاك انا شايفه اقوى شخصية سريدي في العمل ده شخصية حقيقية بتكسر مفهوم البطولة بل والانتي هيرو او ضد البطل بشكل عام هو الشخصية الوحيدة اللي بترفض المجتمع بكل مقاييسه بترفض الواقع اللي هو فيه وعايز يغيره بالقوة اكتر شخصية بيحاول ما يتحطش في المنطقة الرماضية مع انه هو اصلا متصمم كشخصية رماضية شايف نفسه الشخصية الحقيقية ليه كارورشاك اللي هو البطل الخرق من شخصيته الاصلية اللي هو كوفاكس يعني مثلا نفس مبدأ باتمان ان باتمان نفسه شايف باتمان هو الاصل وبروس وين هو الشخصية المخترعة بنرجع معاه وبنغوص فيه طفولته المشردة القاسية في امه واللي حصل لها في الحاجات والاهوال اللي شافها ووصلته لهذه الحالة النفسية المدمرة هو الوحيد اللي كسر قانون كين وفضل يشتغل رغم انف المجتمع كله ويمارس عمله كمدافع عن المجتمع او مناهض للجريمة الحقيقة ان ابداع العمل ده مش كده وبس مش تصميم شخصياته بس بل طريقة سردها فانت عندك الكوميكس اللي انت عارفها الصور اللي جواها كلام كسيناريو ما بين الابطال ولكن وانت ماشي ما بين كل فصل وفصل بتلاقي مجموعة من الصفحات عبارة عن تغيير في اسلوب السرد مجموعة من صفحات المذكرات الخاصة بواحد من الابطال المعتزلين مجموعة مشاهدات لطيور البوم على لسان دان او دانيل بتعكس نفسيته وشايف المجتمع عامل ازاي تقارير نفسية خاصة بشخصية رورشاك لما راح السجن تقارير عن الحالة بتاعة دكتور منهاتن افكار مختلفة كلها تم دمجها في نسيج متماسك ومتجانس وصعب التغيير وتبديله بشكل تاني ونرجع بسرعة للفيلم الحقيقة بعد ما تقرأ الكتاب ده هتستغرب تقول الله طب والمخرج عمل ايه الحقيقة ان اهم مشاهد واقوى مشاهد الفيلم هي كدرات سابتة تم اقتباسها بالنص من الكوميك وتحولت الى كدرات متحركة في الفيلم ولكن تم اختزال القصة في مساحة دايقة كانت تحتمل مساحة اوسع من كده خلينا اقول لك ان العمل ده عمل فارق واللي ما ارهوش فاته كتير فاز بجازة هوكو زي ما قلتلك فاز بجازة اسينار قائمة نيويورك تايمز لافضل ميت رواية باللغة الانجليزية من عام 1923 لحد الوقت الحاضر وغيرها كتير وكتير وكتير فالحقيقة هي جمعت ما بين طرفي المجد الشعبية الجارفة والجوائز ده كان رأيي انا لكن انا عايز اعرف رأيك انت بقى هل قاريت الكوميكس هل اتفرجت على الفيلم هل قارنت معينهم زي ما انا عملت كده ولو عملت ده قولي ايه رأيك في التعليقات زيك نحس التعليقات ومراجعات ومن اشياء بتطلع من مجتمع كوكب الكتب يعني انت ما ننسى اشترك في القناة وتفعل زر الجرس ودعمني بلايك وتشغير هذا الفيديو اما بقى لو عاستش بيع القرار للجواء وتختار كتابك اللي جاي صح فحيظهر قدامك على عشرة دلوقتي سلسلة الكوميكس لنا رجعتها كلها على قناتنا ستفرج عليها اشوفك هناك سليم